يقول ظلمني أحد الموظفين في البلدية ومزق أوراقي وقد كنت أعطيتها له فاعتراني شعور بالظلم فدعوت الله عليه أن يمزقه كما مزق أوراقي فمات بعد سنتين أو ثلاث بحادث مروري مزقت فيه جستته بحيث لم يستطع على أن يغسل أو يكفل بل وضعوه في كيس بلاستيكي وخصص لذلك هل علي إثم أو هل علي شيء فيما دعوت عليه العقوبة حتى في دعاء الشخص على من ظلمه لا يتجاوز فيها حد المظلمة وهذا يخطي فيه كثير من الناس يعني بعض الناس يظلم في قضية معينة وفي مصلحة من مصالح الدنيوية فيدعو على من ظلمه بأن يجعله الله من أهل النار مخلدا فيه ظلم أو يدعو عليه بأشياء هي أعظم من الدنب الله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين وفي سورة الشورى قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين أخذ العلماء من هذه الآية أن المراتب ثلاثة المراتب في هذا الباب ثلاثة الأولى جزاء سيئة بمثلها وهذا عدل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به المرتبة الثانية العفو وهذا أكمل فمن عفى وأصلح فأجره على الله والمرتبة الثالثة الظلم إن الله لا يحب الظالمين ففي مثل هذه الأمور يأتي السؤال الآن إذا مزق الموظف ورقة الإنسان هل تمزيق الورقة يستحق به عقوبة شرعية أن يؤتى به ويمزق بدنه هل يستحق؟ هو لا يستحق ذلك لتمزيق الورقة نعم هناك عقوبات أخرى يكون مستحق الله لكن اتفاقا ليس مستحق أن يمزق بدنه إذن لا يصح أن يدعى عليه بذلك لا يصح أن يدعى عليه بذلك وقد يكون هذا الأمر منية ذلك الرجل ولا علاقة لها بدعوة هذا الداعي أو يكون دعا عليه بأمر لا يستحقه لا يستحق أن يدعى عليه في مثل ذلك بمثل هذا الدعاء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وأين التسرع في مثل هذا الدعاء مما وقفت عليه في ترجمة عون بن عبد الله في سيرة عنام النبلاء وهي فائدة ثمينة أدعو الجميع إلى تقييدها إما في الدين أو كتابة ذكروا في ترجمتي كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك مرة رويته في أحد المجالس قال هذا يوم مرتاح ما هو غضبان بماذا يدعو إذا كان في شدة الغضب بارك الله فيك فكيف يوم مرتاح فالحاصل أن الإنسان لا ينبغي أن يتسرع وهذا من الاستعجال في الدعاء نامي